دكتور محمود كيف تبعت كلمات القادة ورؤساء الحكومات المشاركين في قمة الكوميسا اليوم تحيات لحضرتك وليل السادة المشاهدين الكرام في البداية يعني في الحقيقة يعني كلمات السادة الرؤساء وزعماء الدول الافريقية تعكس وجود رغبة حقيقية للدول الأعضاء في تجمع كوميسا للتحرك بشكل حثيس وبشكل مباشر تجاه دعم مختلف أبعاد التكامل والتعاون الإقليمي يمكن التعاون والتكامل الإقليمي في إطار كوميسا يأخذ أشكالا عدة هناك تكامل على المستوى الاقتصادي يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية وهو ما يدعمه بكل تأكيد وجود يعني أو إطلاق كوميسا لمنطقة التجارة الحرة القرية منذ العام 2000 والتي تضم بين جنباتها حتى الآن 11 دولة طبعا هذا الأمر سيتعزز بعد أن يطلق أو تطلق كوميسا الاتحاد الجمركي والذي سوف يقرر تعريفة جمركية خارجية مشتركة في مواجهة الدول من غير الأعضاء في التجمع على المستوى والصعيد العسكري والأمني استحوذ أيضا على اهتمام السادة الرؤساء وزعماء الدول الحاضرة لأن هناك العديد من التحديات ذات الاهتمام المشترك على رأسها ملف مكافحة الإرهاب الإرهاب العابر للحدود ولا سيما في ضوء تنامي ظاهرة الإرهاب العابر للحدود في القرى الإفريقية بصفة عامة يعني نحن نتحدث لو تسمح لي يعني دكتور محمود وقبل الذهاب إلى ملف الإرهاب وهو تحدي كبير بالتأكيد لكن أقف عند الجزئية الأولى التي تحدثت عنها جزئية تعزيز التجارة البينية بين دول الكوميسا الشرق والجنوب الإفريقي بالتأكيد عند هذه النقطة هناك تحديات أمام دول الكوميسا كيف يتم حل هذه التحديات؟ صحيح يعني هناك العديد من التحديات التي تعترض يعني مصار التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في كوميسا وهناك خلال يعني الاجتماعات الأخيرة حتى في ظل تولي مصر لرئاسة هذا التجمع منذ نوفمبر من العام 2021 وحتى قبل أن تسلم الرئاسة الحالية إلى دولة زنبيا يمكن طرحت العديد من الصبل المقترحة لتجاوز التحديات المواجهة للتكامل الاقتصادي الإقليمي أبرض هذه الصبل المطروحة مسألة تعزيز الاستثمار في قطاع البنية التحتية العابرة للحدود نحن لدينا إشكالية رئيسية تتعلق بالافتقاد والافتقار في نفس الوقت إلى البنية التحتية التي تربط بين مختلف الدول الأعضاء في كوميسا يمكن مصر في هذا الإطار طرحت منذ سنوات وجار العمل على تفعيل هذا المقترح وهو إقامة طريق القاهرة كيب تاون هذا الطريق الذي سوف يمر عبر أراضي تسع دول إفريقية منها دول أعضاء في كوميسا ويبلغ طوله 11 ألف كيلو متر من المفترض أنه سيسهم بشكل كبير في اختصار التدابير والإجراءات التي قد تعيق مسألة انتقال السلع والبضائع والأفراد عبر حدود تسع دول يعني هي دول يعني تتقاسم المصار البري لهذا الطريق أيضا من ضمن الأمور المطروحة في هذا الإطار هو مسألة تطوير استراتيجيات تصنيعية وطنية للدول الأعضاء في إطار كوميسا من الشاهد في هذا الإطار أن اعتماد الدول الأعضاء في كوميسا ربما يكون شأن شأن مختلف الدول في القارة الإفريقية على مسألة تصدير المواد الخام والمواد الأولية هذه المواد الأولية يتم تصديرها إلى أطراف خارجية بأسعار زهيدة للغاية ثم يتم إعادة الحصول عليها في صورة منتجات مهنائية